السلام عليكم ورحمة الله. معكم امل حسن. قناة اوبين بوفيه. اه تعالوا نعمل مع بعض النهاردة صنف سهل اوي بسيط. ينفع عشتة وينفع صيف. مكونات ومتوفرة واقتصادية. وده اللي هنعمله الفترة اللي جاية كتير ان شاء الله. لان الطلب مني حلويات تكون سريعة واقتصادية. يلا بنا نبت. معي بطين. بضف لهم نصف كيلو لبن. كوبايتين. الكوباية امتين وخمسين ميلي. اه بحط موزة عليهم. وطبعا ممكن نستغنى عن الموزة ونستبدلها بمكعبين شوكولاتة خان. معلقتين كبار كيكاو بودر. ومعلقتين كبار سكر. فاضرب كل ده في الخلاط. ممكن من البداية تحطي كله في شاشة الخلاط وتضربه مرة واحدة. نضربه كويس جدا. ننزل عليه بتلات تربع كوباية من فتاة التوست او الخبز الفينو. زيش الفينو يعني. شيل القشرة بتاعته. لو توست شيل الحواف بتاعته. واضربه في افرومين في الكبه يفضل انه يبقى بايت عندك. علشان يتفرن معك بسهولة. حطيت عليهم معلقة صغيرة فانيليا. وضربت كله تاني في الخلاط. طبعا احنا قلنا احنا هنستخدم التوست والحاجات اللي عندنا دي مش النور ميها. فحبيت ان احنا نستغلها في وصفة من الوصفات الحلوة. بدخلوا الفرن على درجة مية وتمانين. على الراف الاوسط. بياخد معاك حوالي تلتة ساعة. تختبري زي ما بنختبر التيج بشيش بعد شيش كده. لو طلع نضيف زي ما احنا شايفين. يبقى هو كده تمام. بس نخلي بالنا ان هو ممكن يتحرق منك في الفرن. فما تعليش النور لو فرن بتاعك آآ عالي. قليلي درجة الحرارة عن مية وتمانين. بالنسبة للتزيين بتاعها تزيينها بسيط جدا. ممكن تخطي طبقة نوتيلا. ممكن ربط مش مش ممكن جناش آآ سوس كرامل آآ سوس شوكلت. اي حاجة عندك متوفرة استخدميها في البودينج ده. آآ انا استخدمت شوكولاتة مبشورة نعم جدا ورشيتها على الويش. وكمان هزيينه بكريم شانتي بس هدخلها الاول للتلاجة طبعا بعد ما تبرد تماما. دخليها في التلاجة. هتلاقيها عندك بردة وباقت ممكن تتقدم طبعا كده زي ما هي. انا استخدمت معاها كباية كريمة خام. استخدمت معاها كباية لبن بس اللبن تسقعي كويس في الفريزر. يبقى ساقع جدا علشان يدي معاك نتيجة حلوة في الكريمة. وطبعا هتطلهم معلقتين سكر بودرة. لو الكريمة عندك مش خام يعني فيها سكر ما تحطيش سكر لان احنا حاطين في البودنج سكر. تفتكروا بقى سموها ليه ملكة البودنج. انا الوصفة لقيتها عندي في كتاب من كتب الكلية. فعجبتني فبعملها للولاد وبيحبوها جدا. اه بس اعتقد يعني هما مسامينها ملكة البودنج على اساس ان هي فيها بيض ولبن ويعني غنية شوية كده وكاكاة وفيت شوكولت كمان بنزينها بفكرة الكريم شون دي دي فكرتي حبيت ان انا ازودها كده وخليها ملكة كده شكلها حلوة كده وبيضة وجميلة. اه ممكن نرش عليها شوية كاكاو خام. بس تجربوا الوصفة مش هتندموا ابدا. هتعجبكم جدا. عارفين طعم الطبقة اللي تحت مع الكريمة. وفي الوسط كده طبقة اللي تشوكولت. ممكن تحطي كمان اللي تشوكولت اللي في الوسط ده تخليها اللي هي تشوكولت شيبس. وحاولي تحطيها بعد البودنج ما يبرد علشان ما تعملش طبقة تدايك ونتي بتقطعيها بعد كده. طبعا ممكن تتحط في بولات اه بتاعة الكريم كراميل وممكن يتحط في الطبقة من تحت في البيركس من تحت اه اه سوس كراميل اه يعني كراميل سايح سكر سايح يعني زي الكريم كراميل كده. لكن هم والبيركس مش بيحتاجي الدهن ولا اي حاجة. التزيين بقى كل واحد على حسب ما هو حابب. يعني انا استخدمت هنا كاكاو خام مع اي قطاعة عندك اي شكل تحبيه. ممكن شكل القلب ده. شكل الوردة. الاطعات دي متوفرة عندنا في بيوتنا وممكن بورقة عادية تعملي بها. لو الطبق لونه آآ غامق ممكن تستخدمي سكر بودرة يدي شكل حلو جدا. لو الطبق ابيض زي كده كاكاو بيدي شكل جميل. الفترة اللي جاء ان شاء الله هنعمل وصفات سهلة وسريعة علشان الولاد تعجب الولاد جدا. تابعوا معايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.